هاتي بانطلون او جيبة او موبايل تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا لو احنا موجودين في مطعم او في مكان او في خروجة او في اي حتة ومسلا حصل اي وبر نزل على هدومنا سواء بقى من منديل من هدوم عيانة من اي حاجة او من اي سبب ان كان هتيجي كده بالموبايل يا ست الكل والبالجراب بتاع الموبايل ده حلو جدا جدا ان هو يشيل اي وبر عندك في الملابس وطبعا ممكن تستخدمي في البتعادي لو انت عندك اي وبر ات ملابس ممكن انها تطلع بكل السهولة بالموب بالطريقة دي جربيها هتعجبك هتي موبايل ونضارة وتعالي هقولك على فكرة حلوة قوي زي ما انتو شايفين كده هنجيب موبايل ونضارة طبعا النضارة اللي موجودة عندك سواء نظر او شمس اي حاجة اه طبعا كلنا او يمكن ناس كتيرة جدا مننا ما بنبقى خارجين بيبقى فيه نضارة شمس معنا في شنطتنا فدي هتحللنا المشكلة دي بكل سهولة هتبتدي ان انت تحط النضارة عكس عكاس بالشكل ده وتبدأ ان انت تحط الموبايل عليها كده انت عملت حامل للموبايل وانت برا حلو جدا وكمان طريقة سهلة وسريعة تقدري تعمليها في اي مكان تكون في برا جربتي قبل كده تحط جوانتي العمليات ده في صفيت المجاري اي جوانتي عندك بقى قديم وتعال يا ست الكل هقولك على فكرة حلوة جدا هنقص كده صابع بس منه وبعدين هنقص حتة كده من من تحت الطرف بتاعه بس كده هنقصه وهنبتدي ان احنا ندخله في صفيت المجاري بالشكل اللي انتو شايفينه ده وده طبعا بيبقى شكله في الاخر هنحطه ب على صفيت المجاري ده ممكن ان انتو تحطي تنزلي عليه مية عادي خالص وبينزل منه المية ده بيحمي بقى البلاع لو انت مسلا عندك اللي هي الحشرات اللي بتطير الصغيرة دي او سرصير او اي حاجة بتطلع من البلاع مستحيل تطلع من البلاع بعد النهاردة بجد فكرة دي حلوة جدا جربيها هتعجبك عندك ازاز كتير في المطبخ ومش عارفة تعملي فيها اي تعالي يا ست الكل هقولك على فكرة حلوة جدا هتجيب الازاز اللي عندك كلها وهتجيب كمان طبق تبدأ ان انتو تحط فيه مية سخنة بتغلي من الكتل او لو انت مسلا مش عند الكتل ممكن تغلي مية وتحطيها وهتبدأ ان انت تشيل الغطى بالشكل ده وهتنزل الازازة هتنزل معاك وهتصغر وكأنها يعني قطع صغيرة جدا من الازاز زي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تحطيها في كس صغير وتتخلص منها بكل سهولة جربيها هتي شماعة وبلونة هنعمل فكرة حلوة جدا هتريحك كتير بالذات لو انت عندك حفلة او عندك عيد ميلاد او عندك اي حاجة وحبة تعملي بلونات كتير فخلي جنب منك الشماعة طبعا كلنا عارفين لما بنجي نقفل البلونة بيبقى صعبة شوية وبنعرفش ايه نقفلها كويس وطبعا اوقات كتيرة تلاقي دينا كده مسكت في البلونة نفسها ومعرفناش نركبها فاحسن حل ليها هتبتدي ان انت تحطيها في الشماعة بالشكل ده وهتلف فيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبكده هتتقفل معاك بكل سهولة وهتعمل كمية كبيرة براحت خالص جربيها هتعجبك هتلاقي الكيس على الحنفية ومش هتسدقي النتيجة اللي انت هتشوفيها زي ما انت شايفة كده مليت الكيسة اي كيسة عندك طبعا تكون نظيفة وتكون كبيرة شوية عندي مش مشكلة خالص وهتحطيها على الحنفية بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتجيبي سكينة يا ست الكل وتبدأ ان انت تفتحي فتحة صغيرة جدا في الكيسة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتضغط يا دوبك بالكوباية كده على الكيسة هتنزل الكيسة مية دي طبعا الطريقة دي حلوة جدا جدا ه تستخدميها لما يكون عندك المية على طول بتقطع فالفكرة دي عملية جدا عشان تستخدمي اي حاجة وكيسة في الحوت كده ومش هتبهدل الدنيا حوالين منك وطبعا الفتحة بتتقفل تاني اول ما بتتغطي عليها كده دغطة بسيطة وكيسة بدا انها محتفظة بالمية اللي فيها حطي الشمع على الريحة بجد فكرة حلوة جدا وريحتني كتير لما بيحصل لي المشكلة دي طبعا البيت اللي بيبقى موجود فيه اولاد اوقات كتيرة جدا بيحصل معنا المواقف دي ان الغطة بتاع الريحة او بتاع البرفان بيقع او يضيع عيانا طبعا على طول بيضيعوه فالحل ان انت هتجيب الشمع كده وهتحطي على الغطة من فوق الشمع بالشكل اللي انتو شايفينه ده وتسبيه لحد ما يبرد وبعدين هتيجي بدبوس وتفدقي ان انت اه تفتحيه بالشكل ده كده بالدبوس وبكده انت عملت غطة بكل سهولة بديل حلوة جدا وسريع جربيها تعالي بقى يا ست الكل هقولك على فكرة حلوة جدا عشان خاطر الحزام بتاعك ما ياخدش معاك مساحة وكمان طول ما انت بتطبقي فيه بالشكل ده بيتفرد معاك تاني بكل سهولة وبيبقى واخد مساحة كبيرة في الحتة اللي انت حطا فيها فهتدخل الحزام بالشكل ده وهتلف فيه كده يا دوبك بس انت هتلف فيه كده وهو محطوط مكانه مش هخليك يعني تتعبي نفسي خالص زي ما انتو شايفين كده يا دوبك بس بتلف كده حوالين بعض الحزام وبكده تلف معاك بكل السهولة شكله بيبقى صغريف جدا في الدولاب وفكرة حلوة وسهلة جربيها هاتي شوكة ومبشرة هنعمل فكرة حلوة جدا بجد الفكرة دي تحفة وان شاء الله هتعجبك جدا ويتقومي حالا تعمليها طبعا المبشرة انا قلتلكو السنون اللي فوق دي بتتسن ازاي وبكل سهولة تعالي كده على السنون اللي تحت اللي بتبقى دي وهاتي الشوكة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبدأ ان انتو يحطيها جواها بالشكل ده وهو السنون بالشكل ده على قد فتحات المبشرة نفسها وبدأ ان انت دخلي الشوكة بالشكل ده وطلعي السنون تاني لمكانها بالشكل ده كده هتبقى مسنونة جدا جدا معاكي وكمان هتبقى يعني بدل ما هي بتبقى تلمة كده وبرده معاكي في اي بشرة اي حاجة وطبعا بعد ما بتعملي الفكرة دي بتبقى مسنونة جدا جدا معاكي هوريك دلوقتي الفرق بس يا رب الكاميرا تتوضح اللي انا عايز اقوله شايفين الفرق بين الناحية دي والناحية التانية اللي انا ما عملتهاش بتترفع السن كده وبتقدر ان انت تسن تشتغلي بيه بكل سهولة بيبقى مسنون جدا وكمان بيرايحك كتير جدا في بشرة اي حاجة عندك قشرة بيض اي واي ترميها بجد انت عندك كنز في بيتك هتجيبي كده قشرة البيض وهتبدأ ان انت تقشريها احنا محتاجين بس بحتة الخفيفة اللي بتبقى تحت القشرة اللي انتو شايفينها دي بعد ما بتتخلصي من اشور البيض بالشكل ده وبتبقى معاكي القشرة دي دي بقى بتستخدميها ست الكل على اي جروح في ايدك لقدر الله لو انت شغالة في المطبخ ولا حاجة وحصل معاكي اي جرح على ايدك فبتحطيها بالشكل ده بتستخدميها كم مضاد ضحيوي دي كفيلة من غير ما تحطي اي ادوية وهتبدأ ان انت تلف عليها لازق الجروح بالشكل ده بجد هتخفي معاكي في وقت قياسي انا مجربوها هجربيها هتعجبك جربتي قبل كده تحطي الفحم في سفنجة الموعين تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا بازن الله هتعجبك بجد فكرة عبقرية هجيبي كده اي سفنجة عندك تكون موجودة بس طبعا تكون نظيفة لسه اول استخدام وبعدين هتفتحيها بالسكينة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتعمل لها كده فتحة صغيرة من النص وبعدين هتجيبي قطعة من الفحم وتبتقي ان انت تحطيها جوة السفنجة بالشكل اللي انتو طلعت لده يكون زيت نعناع ما ينفعش ان انت تحطي اي زيت تاني لو ما عندكيش ممكن تحطي شوية من الفانيليا بكده انت عملتي فكرة عبقرية للتلاجة بتاعتك هتبتدي ان انت تحطيها في باب التلاجة بالشكل ده هتسحب لك اي مية موجودة في التلاجة وكمان اي روايح كريهة ومستحيل بعد ما تحطيها في التلاجة تشمي اي ريحة وحشة في التلاجة او اي مية بجد جربيها فكرة حلوة هاتي ابرة وصابع هنعمل فكرة حلوة جدا للبنات هتجيبي كده الشمع بتاعك وتبدأ ان انت تسخنيه شوية كده على اي ولاع عندك وتبدأ ان انت تجيبي الابرة بتاعتك وتلف فيها على الحتة اللي هي اه حطيتي عليها النار بالشكل ده بكده انت عملتي حاجة حلوة جدا جدا زي ما انت شايفة كده هتجيبي بقى اي منكري يكون عندك وتبدأ ان انت تنزلي الابرة فيه بالشكل ده بكده عملتي دبوس للطرحة بتاعتك بكل سهولة لو انت ما عندكيش وطبعا فكرة للطوارئ عند الكراسة قديمة عيالك كتبوا فيها كده صفحتين وركنوها تعالي اقول لك بقى انت تستغليها ازاي وهتوفري على نفسك فلوس كتير هتجيبي معاصة وتبتدي ان انت تقصي الكراسة بالشكل ده زي ما انت شايفة كده وبعدين يا ست الكل بقى هتستخدميها كانوتا وانت راح السوق هتكتبي فيها الحاجات اللي انت عايزيها عشان مش تنسيها وهتحطيها في شنطتك وكده تكوني وفرتي تمن النوتة وكمان شلتي الكراسة اللي عيالك تبطروا عليها بجد فكرة حلوة جربيها هتعجبك عند الخل الشيش تووق وكمان ورقة من الفويل حتة صغيرة جدا من ورقة من الفويل وهتعالي بقى هقول لك نعمل فكرة حلوة جدا هجيبي كده خلت الشيش تووق وتبدأ ان انت تلفي عليها ورقة الفويل بالشكل ده لحد ما تخلصيها هي حتة ورقة صغيرة ومش هنتستهلك كتير وهتبدأ ان انت تتغطي عليها بالشكل ده علشان تاخد رسمة الخل بالزبط وهتشليها ده بيبقى شكلها وهتبدأ ان انت تحطيها في الولاعة بالشكل ده وبكده انت عملتي حاجة حلوة جدا لو انت بتولع الفرن او حابة ان انت تطولي الولاعة لأي مكان بتعملي الحيلة دي سهلة وبسيطة وهتعجبك عندك علبة منوكير نشفت منك ومبقتش تحط كويس وكمان المنوكير موجود فيها جوه بس نشف تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا تبدأ ان انت تصلحي بيها او تعالجي بيها علبة المنوكير دي هجيبي كده يسد الكل اي برفان عندك او ريحة وتبدأ ان انت ترش جواها بالشكل ده كام رشة كده وبعدين هتقفليها وتبدأ ان انت ترجيها شوية كده لحد ما الريحة تندمج مع المنوكير اللي موجود جواها النشف وبكده انت حلتي المشكلة دي بكل سهولة طبعا انا ما فصلتش الكاميرا وزي ما انتو شايفين كمية المنوكير بقيت قد ايه على الريشة بتاعتها فكرة حلوة جربيها انا باعتمدها على طول وهتعجبك علاق الكمامة في ضش حمامك ووفري فلوسك زي ما انتو شايفين كده هنجيب كمامة تكون نظيفة وكل لسه اول استخدام وهتبتدي ان انت تفتحيها بالشكل اللي انتو شايفين وده طبعا كلنا عارفين ان الكمامة بتبقى طبقات هنبتدي ان احنا نفتحها بالشكل ده كده فتحة صغيرة جدا من فوق تفصيلي كده طبقتين عن بعضهم وبعدين تبدأي ان انت تحطي فيها الصبونة بالشكل ده وتربطي الكمامة من تاني هتحطيها بقى في ضش حمامك هتوفر لك جدا في استهلاك الصبون وهتبتدي ان انت تستخدمي الصبونة وهي موجودة كده على الدش طبعا عمرها ما هتبوش منك وهتصفي اي مية عليها في ثانية كده وهي متعلقة بجد الفكرة دي حلوة جدا جربيها هتعجبك